وفي نفس الوقت أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة خالد عبدالغفار في مؤتمر صحفي أن دولة نفذت 12 مبادرة رئاسية في المجال الصحي أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن الرئيس السيسي اطلع على قوائم الانتظار والمعدلات مشيرا إلى أن قوائم الانتظار ساهمت في إجراء 1.3 مليون عملية جراحية خلال الفترة الماضية بتكلفة بلغت 11.6 مليار جنيه اطلع سيادته على قوائم الانتظار وطمئن سيادته على المعدلات التي تتم من خلال المبادرات الرئاسية 12 مبادرة رئاسية بالخلاف قوائم الانتظار لقدرنا أن نعمل في فترة سنوات قليلة ماضية أكثر من 1.300.000 عملية جراحية من العملات المتقدمة أيضا بتكلفة مالية قدرت بحوالي أكثر من 11.6 مليار جنيه خلال هذه الفترة وجه سيادته باستمرار دعم المبادرات الرئاسية وتوفير التمويل اللازم لضمان حسن واستمرار هذه المبادرات لتقديم خدمات صحية وتحسين جودة الحياة للمرضى والانتهاء من القوائم الانتظار حتى لا تتعزائد عن من سبوعين لثلاث أسابيع ترجمة نانسي قنقر